موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في الدرس الواحد والاربعون سنقوم في هذا الدرس بتعلم كيفية تركيب الجمل في اللغة الفرنسية تركيب الجمل في اللغة الفرنسية باستعمال أفعال الأكثر تداولا وأفعال جديدة لم أذكره في الدرس السابقة وهذا الدرس هو تتم للدرس السابقة وهذا الدرس هو تتم للدرس السابقة سنبدأ على بركة الله أول فعل سنبدأ به هذا الدرس هو دوواغ دوواغ أول موسيقى أول موسيقى أول موسيقى أول موسيقى ودواغ ترجمته هو يجبو أو يلزمو يجبو أو يلزمو أول موسيقى 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 أن نعتدر له لأننا في أطندر تركناه ينتظر أطندر إنتدار سأكتب الترجمة أنت الذي يجب أن نعتدر له لأننا تركناك تنتظر أنت الذي يجب أن نعتدر له لأننا تركناك تنتظر سأمر إلى الفعل الموالي وهو سأمر إلى الفعل الموالي وهو صحيح سأمر إلى الفعل الموالي وهو شاحب شاحب شاحبة كانة شاحبة قالوا ład condemned ايف بعد ايف شاحبة متل عرائسا شاحب شاحب سأكتب الترجمة البائعة مثل رئيسها تتسأل إذا كانت فكرة جيدة إذا كانت عفوا البائعة مثل رئيسها تتسأل إذا كانت فكرة جيدة سأمر إلى الفعل الموالي سأمر إلى الفعل الموالي سأمر إذا كانت فكرة الجيدة سأمر إذا كانت فكرة ينام أتفكى هو يكون رغم أنني أعيد بعض الأفعال وهي هما لزوكسيليير وآلي لأنهم مهمين جدا في اللغة الفرنسية وأحاول أن أصرفهم إلى جميع الأزمين إلى جميع الأزمين سأقوم بكتابة الجملة الخاصة بهذا الفعل سأقوم بكتابة الجملة الخاصة بهذا الفعل سأقوم بشكل في الترزمين سأقوم بكتابة الجملة المعرفة والحجار المعرفة والسيارات المزعرات والمحن المنازل تو ابي اتي كان الكل تو الكل ابي اتي كان امبورتي منجرفا او محمولا منجرفا امبورتي منجرفا بغلي فلو بالتدفقة فلو فلو هي التدفقة دبو بو والطين الفلو دبو التدفقة الطينية سأكتب الترجمة الاشجار والسيارات والمنازل كان الكل منجرفا بالتدفقة الطينية الاشجار والسيارات والمنازل كان الكل منجرفا بالتدفقة الطينية سأمر الى الجملة او الى الفعل الموالي وهو كذلك اتخ الانبورفي دول انديكاتيف الانبورفي دول انديكاتيف والو ايدان يكونو اونا سأكتبو ماتلين سأكتبو ماتلين سأكتبو ماتلين سأتي سأتي سأكتبو ماتلين سأكتبو ماتلين سأكتبو ماتلين سأكتبو ماتلين وهو فوغمي فوغمي يوشاك كيلو يوشاك كيلو ساكتبوا جملة كنت قد قرأتوها في كتاب تصفحتوها عبر الانترنت سارتر اسيمون فوغمي سارتر اسيمون دبووغر فرمي انكوپل اسيمون دبووغر فرمي شك كيلو انكوپل زوج الامود متحددر سارتر واسيمون دبووغر شك كيلو زوج متحددر فرمي شك كيلو ال سارترسيمون ال انكوپل زوج الامود متحددر الان سأمر الى الفعل الموالي وهو فرمي فرمي يعني يفعلوه يعملو سأقوموا بإنشاء جملة مثلا مثلا كابل يعني رائع او جيد او ملحوظ عمل ملحوظ لغمك ملاحوظ ولكن هنا المعنى العام وليس معنى الكلمة الحرفي وهو رائع وسأقوم بكتابة الجملة انت وامك قمتم بعمل رائع انت وامك قمتم بعمل رائع سأمر الى الفعل الموالي وهو فعل كثيرا ما اذكره في فيديوهاتي هو فعل مهم جدا و سأقوموا بيتسرفيه للي كنتم مستقبل لا نقولوا جالي توالي نقولوا عندما نرى دوصرف علي 오브ßيون نقول ل yourselves سابقى نوزالان وزالي إلوان. وفيرات الجملة سأستعملو إلوان. ماتالان سي لإكول وو وان ميزانفان سي لإكول وو وان ميزانفان إنا سي سي إنها لإكول المدرسة و التي يذهبون 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 ميزانفان يذهبون إليها أطفالي هنا يذهبون إل إل تعد على ميزانفان سأمر لكتابة الترجمة إنها المدرسة التي يذهبون إليها أولادي إنها المدرسة التي يذهبون إليها أولادي سأمر إلى سأمر إلى الفعل الموالي سب خيسي سأقوم بصرفي لان بارفي دولان ديغاتيف أي وترجمته هي يحتشد ويتجمع سب خيسي يحتشد ويتجمع يحتشدون الناس ويتجمعون الناس في مكانينما و والفعل مأخود من لأ ترجمع لأ ترجمع وات ترجمع لأ سأقوم بالجمع الخاصة بها دل فعل ترجمع 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 بها دولان ويتجمع ترجمع ترجمع يعني حماقة أو شيء غير لا يصدق إنفول يعني حماقة أو شيء لا يصدق سبريسي يتجمع حجد أو حشود دون لزالي لزالي هي الممرات دي سوغر مغازا لأسواق الممتازة في ممرات الأسواق الممتازة في أوقات تخفيضات مثلا رأسنا يكون تجمع الحشود لكي يستغلوا الفرصات تخفيضات التي تقوم بها الأسواق الممتازة أو المحلات التجارية المعروفة ولذلك فإنهاء عندما تقوم بها تقوم بها دون لزالي دو سوغر مغازا وحاولوا أن أستعمل جمال ذات معنى وليس جمال جافة لكي تستطيع ذاكرتك أن تجمع كل المعلومات الخاصة بالفعل وتحاول أن تبقى في ذاكرتك وأسأل الله تفق في هذا إن شاء الله سأكتب الترجمة خلال التخفيضات وبشكل لا يصدق يتجمع الحشود في ممرات الأسواق الممتازة أسواق الممتازة خلال التخفيضات وبشكل لا يصدق يتجمع الحشود في ممرات الأسواق الممتازة وهذا يلاحظ في خلال في الغالب يلاحظ خلال رأس السنة خلال رأس السنة تكون تخفيضات بنسب تصل إلى 80% وبذلك فإن المشترون يحاول استغلال هذه الفترة الزمنية والآن سأمر إلى الفعل الموالي وهو Prend Prend وفيتور دولان ديكاتيف والترجمة يأخذ ترجمة المصدر يأخو دو La plupart La plupart دي جن Prendront دي vacانس انتين La plupart دي جن Prendront دي vacانس انتين موعدم La plupart يأخو دم أو غالي بيت دي جن انس دي جن الناس سأكتب الترجمة معظم الناس إجازات في فصل الصيف معظم الناس سيأخذون إجازات في فصل الصيف سأمر الموالي وهو Trouver 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 Pas y Composer أو Pas y Composer أي هنا الماضي المركب و يجد يجد لماذا ماضي مركب؟ لأننا استعمل لأكسلير مع الفعل مع الفعل سواء لكنات أو أي فعل آخر سأكتبو الجملة الخاصة بطرور كمبين لسوليشون كمبين هم ترور كم كم هم كم هم هم ترور من وجدو لسوليشون الهل كمبين هم ترور لسوليشون كم هم من وجدو الهل سأكتبو الجملة كم هم من وجدو الهل كمبين تاني كم سأمورو إلا الفعل الموالي ووا غاسبية غاسبية أصبح متداولا كثيرا في التقارير التي تتحدث عن البيئة لانفيرونمون أي التقارير التي قرأتها عن البيئة أي لانفيرونمون أي تلووت البيئة قرأتوا كلمة غاسبية كثيرا غاسبية على الشكل باسيف وهو يضيع أو يهدر يضيع أو يهدر وهي كانت تكتب كثيرا في التقارير حول تضيع الماء الماء سأكتبو الجملة كتبت في تقارير حول الري بتنقيض أي الگوتاگوت الري بتنقيض كتبت هذه الجملة ب دو يغاسبية avec سنووو سيستم داغوزاج كان لنووو سيستم الذي كان يتكلم على التقارير وهو لنوو سيستم داغوزاج أي النظام الجديد للري هو الگوتاگوت ساقومو بشترح كل كلمة لوحدها ب قليل ض الماء ض الماء يغاسبية ضاعة ضاعة أو هذرة ضاعة أو هذرة اذاك مع سنوو سيستم عند غزاج نووو جديد سيستم نظام غزاج الري الغزاج هو السقي أو الري السقي أو الري سأكتب الترجمة قليل من الماء ضاع مع هذا النظام الجديد للري وهذه الجملة قرأتها في تقرير وهي تجسد الفعل قسبي بدقة وهو يضيع أو يهدر يضيع أو يهدر سأكتب الجملة أو سأمر إلى الفعل الموالي سأمر إلى الفعل الموالي وهو H H feature feature دول الاندكاتيف H يشتري H T يشتري وينتمي إلى المجموعة الأولى لأن الأفعال مقسمة إلى ثلاث مجموعة 1 2 3 group سأكتب الجملة الخاصة H T و feature plus دن أشترا plus دن أشترا ستليفون portable Dernière generation أكثر من واحد سيشتري هذا الهاتف من الجيل الماضي من الجيل الأخير هدرا ليس الماضي من الجيل أكثر أكثر واحد سيشتري هذا الهاتف من الجيل الأخير دernière جن هي دernière جن هي آخر إنتاج مثلا أو آخر مجموعة من الهاتف أنتجة plus دن أكثر من واحد أشترا يعني سيشتري ستليفون هذا الهاتف portable المحمول دernière جن من الجيل الأخير سأمر إلى الجملة أو إلى الفعل الموالي وهو تليفوني مادم أننا ذكرنا تليفون في في الجملة السابقة الهاتف سنقوم بتصريف الفعل تليفوني تليفوني سنقوم بتصريف الفعل تليفوني لل باسي كومبوزي الماضي المركب سأكتب تليفوني وباسي كومبوزي يهاتف أو يتصل هاتفيا يهاتف أو يتصل هاتفيا سأكتب الجملة لجن الفتاة الشابة تليفوني التي اتصلت تليفوني اتصلت يهر البارحة صباحا متن هي صباحا سأتصل على كي سأتصل على كي تنتظرك في قاعة الاستقبال لاكي أو الاستقبال مكان الاستقبال هنا قاعة الاستقبال سأكتب الترجمة الفتاة التي هاتفت كأم صباحا في انتظار في قاعة الاستقبال لماذا قلت في انتظاركم لأن فتاة يعني في انتظاركم وفتا تستعمل في الغالب لشخص واحد وأيضا لشخصين لأن الفرنسيين يستعملون لإحترام لشخص الآخر سيطان لشخص ووو تابير سيطان لشخص دو بوليتسي تابير للأدب تابير للإحترام تابير للأدب وو تابير للإحترام لا جون في کیا تليفوني اير متن وزات لأكيي سأمر إلى الفعل الموالي ووو ريدجي دو ماسي قم بزي ترجم لكتوب أو يحرير سأخوه لأدب ترجم جملا مثلا notre professeur est un de ceux qui ont rédigé les romans ou une romans ou les questions de cet examen notre professeur est un de ceux qui ont de ceux qui ont rédigé les questions de cet examen notre professeur est un de ceux qui ont rédigé les questions de cet examen la question de cet examen c'est un de ceux qui ont rédigé qui ont rédigé c'est un de ceux qui ont rédigé un de ceux qui ont rédigé le plus de ceux qui ont rédigé un 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 de ceux qui ont rédigé